وخلينا ناخد اول اسوأل عندنا النهاردة من السيدة ام عبد الرحمن من اسماعيلية. اهلو السلام عليكم. عليكم السلام ونحمة الله وبركاته. اه بعد اذنك انا كان نفسي بس اسأل حياتك في موضوع انا يعني مشكلة بين اختين في اللي انا واقع فيها. ام. اه دلوقتي الاخت الاوانية متجوزة وبتشتكم من الجزهة بيعرف يعني بنات على الانترنت وكده هوت وبتتخاني معها كتير بس اللي هي صبر عشان خاطر عيالها وكده. طيب. الجزهة ده الاسف الشديد بيشتغل اه يعني في المصلحة الكمية وبيجي تفتش ناحيتنا بس ما بيشتغلش معي انا شخصيا بيشتغل في مخازن. طيب. كل يعني اربع اطيام في الشهر. طيب. جاءت لي صاحبتي مخازن زياد برضو اخت اللي والله متدينة ومحترمة جدا بتشتكيل انها بقالها ستة شهر يعني بتعرف واحد متجوز وبتحبه ومش عرفة تعمل ايه. مين بنتي متجاوز ده? فلان الفلاني اللي هو زوج اختي في الله الاوانية. طيب. طب انتو صفقتوا على الجواز ولا ايه? لا ما اتفقناش على الجواز ولا حاجة هو موضوع اه هو مش عايز يخبر بيته بس هو بيحبها ومش تستغني عنها وكلام يعني في حاجات حرام بتحصل في النص امو انا مش عايز اتكلم فيها بقى ازنك. طيب. فالمشكلة دلوقتي اه السؤال الاولاني هم سؤالين. سؤال الاولاني انا ملزمة شرعا ومن بابل الامانة ان انا بلغ الزوجة الاوانية باللي بيحصل دوت ولا هبقى كذابة لو خبيت عليها. هجاوبك السؤال التاني. لا ده سؤال اول اني معايش ما هي بس السؤال التاني عشان حيبت اللي في اللات ديات اللي في المخازن اللي هي بتحبه وهو يعني يعني. خلي بالك بس مسيكل زيالك لحسن تقولي اسمها. خلاص مش هقولها. مش هقولها. ان تقولت في المخازن. خلي بالك. يبقى اول اول سؤال. السؤال الاولاني ده انت واجب عليك ان انت تروحي تقولي لازميلتك ديات ان هي اه اللي هي زوجة اخونا دوت اللي هو يعني رايح ما ما نعرفش دوقتي هو رايح اخطوبة ولا رايح يعمل ايه. السؤال التاني. ده السؤال الاولاني. السؤال التاني. السؤال التاني. اه حيبتي في اللات ديات يعني متنواعة تحت تأثير وبيحاول ناتبت عنه بقر الامكان بس مش عارفها وكده وهو بيقصها جامد. دي دي متأخرها في الجواز التانية دي متأخرها في الجواز. اه بس هي الفتن هو يعني. بس قوليني فين السؤال بس قوليني فين السؤال. قوليني فين السؤال ولا. انا عايز اقول لحادرتك ان هي دلوقتي لو وصلنا لمحارط ان هو ايه حاولنا ان هو خلاص هيجي يتجوزها ويتقدم لها رسمي وتبقى زوجة تانية. لو انا وفقت على الموضوع دوت او شجرة سحبتي انت وفع انا اكون زوجة تانية في الحالة البدل ما هي عمارة تخرج معي بالمنظر دوت. هل ابي اخونت الاوانية؟ هل ابي انا اعمدت الحاجة؟ طيب اجيب عليك يبقى خلاص خلاص يا Integrity عبد الرحمن. انا انا بس بس نصحت يا ابي عبد الرحمن اطلعي من الموضوع خالص. ادي اول اول نصيعة قوليك اطلعي من الموضوع خالص. يعني انت اطلعي من الموضوع خالص لان يبدو والله واعلم. انت واخذ الدور اكبر من دورك دور بقى انه اه معرفش انت هل انت بتوفق رسالين في الحلال هل أنت بتعملي إيه؟ هل أنت بتحلي عشان تحلي في مسائل الجواز ده لازم تكون متخصصة لأن المسائل بتبقى وعرة يعني أنت دولوقتي بتسأليني السؤال الأولاني السؤال الأولاني هل أنا يجب عليها أن أنا روح أخبص على الست دي وأقول لها أن الست اللي جوزك يعرفها هي الفلانية دي لو عملت كده تبقى اهثمة ملكيش دعوة الموضوع الواجب اللي عليك بقى أن أنت تروح تنصح الأخت دي اللي أنت بتقول لها تقع في حرام تروح تنصحيها أنها ما تقعش في الحرام وزي ما فيه حرام وفيه لعن للشخص اللي بيخب بمرأة على زوجها هي الست دي قد تكون بتفسد حياة مرأة أخرى فروح تنصحيها وتقول لها اتقل لا واسيب الرجل اللي زوجته وخاصة أن أنت خلاص على فكرة هم مش هيتجوزوا ليه مش هيتجوزوا؟ لأن دولة لو كانوا تحت مظلة التدين وبيعملوا اللي أنت بتقولي عليه ده فهو خلاص الرجل ده بها بالنسبة له بقت شخص مش محل ثقة أنا بقولك بس عشان تبقى فاهم يعني فعشان كده بقولك إيه؟ خليهم يبعدوا عن بعض بدل الواقع فيه خطأ واحنا عندنا في الإرشاد الزواجي أغلب الناس اللي بيقعوا في الغلط قبل الجواز مع بعض بيبقى وده مش معناه أن أنا بمنع أن الناس تتزوج إذا حصل ده عشان بس إيه؟ بقولي الكلام بانضباط عشان ما يبقاش كده لكن اللي حصل عندنا في الإرشاد الزواجي وخاصة لو كان فيه حد بيقول إنه متدين فعمل كده إيه اللي حصل؟ بيفضل عنده جزور للشك في هذه المرأة بما إن إحنا دلوقتي إحنا على البر وعندنا فيه بيت بيتئذي والستة دي الستة دي تبعد عنه خالص ويبعدوا عن بعض لإنه علاقتهم دي بما إنهم بيقعوا في هذه الأشياء المخالفة والحرام فهم لازم يبعدوا عن بعض ليه؟ عشان دي التقوى والاحتياط لإنهم خلاص إحنا ما نعرفش هم وصلوا في الأخطاء اللي هم وصلوا فيها إلى فين فلابد إنهم يبتعدوا ليه؟ عشان الحياء وعشان القيم وعشان الأخلاق ودوات ما ينفعش ما ينفعش إن إحنا نسيب الناس تصل إلى هذا الحال فأول حاجة هم يبعدوا عن بعض المسألة التانية أنت سألتيني تروح تقولي للزوجة لا تعمل إيه؟ واجب عليك تنصح المرأة اللي لسه ما تجوزتش دي إن هي تبتعد عن هذا الرجل حالة التانية والمسألة بسيطة أنت بتقولي طيب لو هي شورتك ما تشوركيش وانت بتاخدش قرار لحد الجواز دوتا هو هياخدوا القرار فيه بطريقة تانية وبحسابات تانية مش بحسابات إنهم مقربوا مع بعض فتورطوا في الأمر ده فبعد كده يتجوزوا فيحصل بينهم أشياء كبيرة لا اخرجي من الموضوع وخلي صديقتك دي تروح للخبراء وتسأل وملكيش دعوة لا توفق لها ولا ما توفق لهاش ده قرارها هي إذا كان الشخص دوت مناسب أو مش مناسب لازم تطبق عليه المعايير وأنا شايف إن العلاقة كده من الأول خالص واضح إن هي علاقة غير إيجابية وهذا الشخص بيكمل هدي علاقة اسمها علاقة ترانزيد هو الشخص ده بيكمل إن نقصه في زواجه من زوجته بهذه الفتاة اللي هي في الحقيقة كانت لابد إن هي تتقل الله سبحانه وتعالى وهو كمان يتقل الله سبحانه وتعالى وما يعملش الكلام ده ترجمة نانسي قنقر